على الصعيد ذاته أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قائمة بالإرشادات اللازمة التي يجب أن يحرص على تنفيذها الحاج كي يتجنب كل ما يعكر صفوة وجهه إلى العبادة الخالصة نعم هذه الإرشادات شملت جميع الشعائر وكيفية التعامل مع أركان الحاج مع الحفاظ على السلامة العامة خارطة طريق ميسرة ملأ بتعليمات واضحة كفيلة بأن توصلك إلى الديار المقدسة لأداء الفريضة المحببة على قلب كل مسلم ألا وهي فريضة الحج باعتبارها ركنا هاما من أركان الإسلام الخمسة جملة من الإرشادات الهامة جاءت بها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ليستعين بها الحجاج قبل وأثناء وبعد مغادرتهم لأول بيت وضع للناس بكة المباركة ما قبل السفر يجب على الحاج التوجه نحو اختيار حملة مرخصة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ليتجنب الوقوع في شباك الحملات غير القانونية الاطلاع على تفاصيل أحكام الحج ليسهل عليه آداء المناسك فيما بعد وأما فيما يمكن ذكره لأهم الإرشادات التي يجب على الحاج اتباعها أثناء السفر اتباع توجيهات صاحب الحملة أثناء التنقلات والسفر التأكد من وجود جميع الممتلكات الشخصية التي تسهل عليه الانتقال بين شعائر الحج فضلا عن وضع المعلومات على حقائبه وأمتعته الدالة على هويته حال ضياعها وفي حال الوصول إلى الأراضي المقدسة وأثناء تواجدك في المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي ما عليك أخ الحاج إلا أن تتجنب التدافع وإرهاق نفسك للذهاب نحو تقبيل الحجر الأسود لأن ذلك سنة نبوية وليست فرضا فما عليك إلا أن تكتفي بالإشارة إليه إداع الأمتعة والمرفقات الشخصية في صناديق الأمانات بدلا من زوايا المسجد احرص على التواجد في المواقيت والأماكن التي تحددها الحملة للذهاب والعودة من الحرم يوم عرفة ولأن الحج عرفة فإنه يفضل التعرف على عنوان وموقع المخيم التابع لحملتك إقامة الصلوات بالمخيم بدلا من الذهاب لمسجد نميرا تجنبا للتعب أو الضياع كما أن عرفة كلها موقف فلا ترهق نفسك أخ الحاج بالصعود على جبل عرفة استخدام المظلات الواقية والإكثار من شرب السوائل كي لا تصاب بالجفاف جراء تعرضك لأشعة الشمس أثناء تواجدك خارج المخيم التحرك مع الجماعة واتباع توجيهات الحملة في شعيرة منه لن يكون الأمر مختلفا عن سابقه من الخطوات اللازم اتباعها إذ من الواجب تجنب إشعال النار نهائيا مع توخي الحذر في استخدام الطاقة الكهربائية وفي حال وقوع الحوادث لا قدر الله قدم المساعدة لنفسك أولا ثم للآخرين أثناء ركوب قطار المشاعر المقدسة يجب عليك أخ الحاج أن تتلافى فك إسورة القطار نهائيا خلال فترة الحج وإبراز إسورة القطار عبر رفع يدك عندما داخل المحطات الالتزام التام ببرنامج التوفيج والجدول الزمني المحدد من قبل الحملة أثناء الزحام ما عليك إلا أن تتريث قليلا خصوصا إن باغتك الزحام داخل الأنفاق وداهمتك تجمعات الحجيج احرص على التأكد من وجود هاتفك الشخصي لاستخدامه أثناء الطوارئ وفور انتهائك من تأدية جميع شعائر الحج وما إن بدت مستعدا للعودة إلى أرض الوطن خذ قصطا من الراحة مع الاكثار من شرب السوائل قبل توجهك نحو تفقد جميع حقائبك قبل ركوب الطائرة أو مغادرة الباص تجنب مخالطة الآخرين في حال قد أصبت بمرض أثناء تواجدك في الأراضي المقدسة حج مبرور وسعي مشكور لتلفزيون البحرين محمد رشادات